أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أهمية تسريع وطيرة التصنيع في إفريقيا لتحقيق النمو وتنويع الاقتصادات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز تشغيل العمالة ومكافحة الفقر وفي رسالة وجهها بمناسبة يوم التصنيع في إفريقيا قال جوتيرش إن التصنيع لابد أن يكون مستداما وشاملا مشيرا إلى أن موضوع هذا العام يسلط الضوء على أن تسريع التصنيع في إفريقيا يعتمد على تمكين المرأة الإفريقية معتبرا أن تعزيز عدد النساء في وظائف التصنيع هو طريق الأضمن لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية وضمان وصول فوائد النمو الصناعي إلى أسري ومجتمعات العاملين فيه